احنا بنشوف في البدايات علامات كتيرة غريبة يعني فيه علامات بتظهر كده يمين وشمال وانا عشان بحب وعايزال غاية دلوقتي يكون هو البطل الرواية اللي الناس لسه بتتفرج عليه في السنة ما مكرهتوش ما بقاش شراني فانا ممكن مثلا عارفة في عيد ميلادي وعارفة ان معاه فلوس يا بنات عشان بس احنا بنقنع نفسنا بكده وانتي عارفة انه معاه فلوس بس يجي مثلا يعمل حركة كده مش لطيفة جيبلك شوية ورد او يروح متخانق معاك قبل عيد ميلادك ويعمل له فيلم كبير وبعد كده يصالحك فأنا اضحك على نفسي وقول ايه ما كانش يقصد لا 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 يمكن مثلا كان عنده مشكلة وما كانتش معاه الفلوس قد كده لكن دي علامة بس انا اللي مش عايزة شوفها ده حقيقي انه هو راجل بخيل او ما بيحبنيش فمش يجيب لي مش مقدرني يعني مجرد التقدير فهل العلامات دي مهمة ان احنا نقف عندها ولا مراية الحب عامية اصل برضو ما عليش يعني يا ابراهيم ما تقنعينيش ان انا بحب قوي في الاول وشايفاه هير وفظيع وابتدي بوس العقل يشتغل انا بحس ان العقل ما بيشتغلش خالص غير من اول ما العلامات الكبرى تظهر طيب مش الصغرى بص يا امان احنا عندنا حاجة اسمها مصطلح جديد كده للعلامات اسمه الريد فلاج الريد فلاجز الريد فلاجز عملنا عليه حلقة قبليك الريد فلاجز بتظهر في العلاقات بتبان جداً ولكن علشان احنا مراية الحب عامية او علشان احنا عايزين نضحك على نفسنا او نعدي انه انا ما صدقت انه حد ارتبط بيا انا ما صدقت ان انا بقيت في علاقة وما صدقت ان انا بحب ان انا بتحب اكتر لا الست بيفرق معا ان انا بحب لا ان انا بتحب انه فيه شخص في حياتي انه فيه شخص موجود بيدعمني بيديني الامان انا مفتقد ده كله طول الوقت ففكرة العلامات او الريد فلاجز دي لما تظهر بتبان واضحة جداً كل اللي حواليكي هيشوفوها ويشوفوها بشكل واضح جداً انت الوحيدة اللي جوه العلاقة علشان مراية الحب عامية وعلشان احنا لنا بيبقى ملغي وقلبنا اللي شغال فاحنا بنشوف العلامات ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا وبتعدي علامات كتير جداً فكرة العصبية خلينا دلوقتي يا ابراهيم برضو عشان الناس تحب ايه ندخل لها دغري خلينا نتكلم عن العلامات المهمة الخطيرة في بداية العلاقات في البدايات في حلوة البدايات ايه العلامات ان انا لما شوفها كبنت او كست ابتدي قلق قبل ما ترمي قلبك كله وكيانك كله للراجل ده خلينا نعندهم كده اول علامة العصبية العصبية منه هو منه هو انه هو يبقى شخص عصبي ومش بالضرورة في البداية يبقى عصبي معك انتي بس هيبقى عصبي مع الناس اللي حواليه وانتو بتتعامله مع بعض هتلاقيه بيتعامل مع الناس اللي حواليه بشكل فيه عصبية علاقته باهله مهمة جدا 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 وخصوصا علاقته بولدته رقم واحد العصبية رقم اتنين علاقة الراجل ده باهله هي علاقة الولد او الراجل بامه قبل الجواز بتبين احنا عندنا مشكلة واحدة بس فيه او مشكلتين خلينا انه هم اتنين اللي اتنين اللي هم الاكستريم المبلغة المبلغة في انه الولد يبقى ابن امه ما تمش في طعمه عاطفيا او انه يكون قاسي جدا على امه فالتنين دول النوعين دول او الشكلين دول دول اللي بيبينوا اذا كان الراجل هيقدر يكون حنين او يراعي الست ولا لأ لما يكون قاسي على امه جدا وبيتعامل معاه بشكل فيه شدة وقصوة ده معناه هنا ان هو هيتعامل معاكي بنفس المفهوم والنحية التانية لو كان تابع لامه او ما كانش ليه شخصية مستقلة كراجل مع والدته دي معناها برضو علامة مش كويسة يبقى المبالغة في الاتنين ناخد بالنا يعني يا امي 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 دي بطريقة مرضية مجنون يا اللي هو قاسي جدا فما تفرحيش لان برضو فيه بنات تقولك ايه لا ده على طول قلب على مامته بتاع مش هتحكم علي فبردو تخافي يعني لا ده حلوة او تخافي ولا وحش او تخافي